الدرس السابع عشر قتل زوجتي ماذا قلت؟ ألم تعترف بذلك الآن؟ أنا اعترفت ألم تقل إنك قتلتها ثم دفنتها تحت هذه الشجرة؟ إني تكلمت عن الدفن ولكن لم أتكلم عن القتل تقول إنك دفنتها ولم تقتلها؟ لم أقتلها ولكنك دفنتها هذه مسألة بيني وبينها ولكني لم أقتلها ومن الذي قتلها؟ أهي قتلت؟ من الضروري أن تعرف ذلك إذ أنها قد دفنت أهي حقا دفنت؟ لم أعد أتحمل ذلك لا تعبث بي هكذا أفهم؟ هون عليك لنتحدث كما كنا نتحدث سابقا بروح التفاهم أولا لماذا تقول؟ إني قتلت زوجتي؟ لم أفكر في قتلها أبدا ليس من الضروري أن تكون قد فكرت فيه تفكيرا دائما يكفي أن تكون قد فكرت فيه مرة واحدة فقط ولكني لا أريد ذلك بل لأنك زوج غير سعيد بل أنا زوج سعيد هذا غير صحيح أؤكد لك أني سعيد ولكن كيف تسمي ما بينك وبين زوجتك؟ أنا أسميه التفاهم لا يمكن أن يكون هذا هو التفاهم أنا وأنت إذن غير متفاهمين على معنى التفاهم لأنك تسمي الأشياء بغير أسمائها أسماء الأشياء؟ ما هي هذه الأسماء؟ أنت تريد أن أرى التفاهم كما تفهمه أنت لا كما أفهمه أنا بل كما يفهمه كل الناس وما شأني أنا بكل الناس؟ أنا أتكلم عن نفسي ليس كل الناس أزواج زوجتي أنا زوجها سبعة عشرة سبعة عشرة سابعة عشرة الدرس السابعة عشرة قتل يقتل قتل ألم تقل إنك قتلتها؟ دفن يدفن دفن تقول إنك دفنتها ولم تقتلها؟ كفى يكفي يكفي أمكن يمكن يمكنني أن أعترف بشيء تحدث يتحدث لنتحدث كما كنا نتحدث سابقا تفاهم يتفاهم نحن غير متفاهمين على معنى التفاهم اعترف يعترف ألم تعترف بذلك؟ شجرة جمع شجرات وأشجار دفنتها تحت هذه الشجرة مسألة جمع مسائل هذه مسألة بيني وبينها روح جمع أرواح تحدث بروح التفاهم شأن جمع شؤون ما شأني بكل الناس؟ بين وبين بيني وبينك لم أفهم ما قال ضروري من الضروري أن نتحدث دائم بينهما منافسة دائمة دائما هو دائما مفتوح أبدا لن أنساك أبدا فقط مرة واحدة فقط حقا أهي حقا قتلت؟ لم يعد يفعل لم أعد أتحمل ذلك بلى ألم تعترف؟ بلى إذ أن إنها قتلت إذ أنها دفنت ما كيف تسمي ما بينكما؟ غير لا أعرف أحدا غيرها غير صحيح هذا غير صحيح فوق يسكنون فوق بيتنا تحت هي تحت الشجرة الدرس السابع عشر قتل زوجتي ماذا قلت؟ ألم تعترف بذلك الآن؟ أنا اعترفت ألم تقل إنك قتلتها ثم دفنتها تحت هذه الشجرة؟ إني تكلمت عن الدفن ولكن لم أتكلم عن القتل تقول إنك دفنتها ولم تقتلها؟ لم أقتلها ولكنك دفنتها هذه مسألة بيني وبينها ولكني لم أقتلها ومن الذي قتلها؟ أهي قتلت؟ من الضروري أن تعرف ذلك إذ أنها قد دفنت أهي حقا دفنت؟ لم أعد أتحمل ذلك لا تعبث بي هكذا أفهم؟ هون عليك لنتحدث كما كنا نتحدث سابقا بروح التفاهم أولا لماذا تقول إني قتلت زوجتي؟ لم أفكر في قتلها أبدا ليس من الضروري أن تكون قد فكرت فيه تفكيرا دائما يكفي أن تكون قد فكرت فيه مرة واحدة فقط ولكني لا أريد ذلك بل لأنك زوج غير سعيد بل أنا زوج سعيد هذا غير صحيح أؤكد لك أني سعيد ولكن كيف تسمي ما بينك وبين زوجتك؟ أنا أسميه التفاهم لا يمكن أن يكون هذا هو التفاهم أنا وأنت إذن غير متفاهمين على معنى التفاهم لأنك تسمي الأشياء بغير أسمائها أسماء الأشياء؟ ما هي هذه الأسماء؟ أنت تريد أن أرد تفاهم كما تفهمه أنت لا كما أفهمه أنا بل كما يفهمه كل الناس وما شأني أنا بكل الناس؟ أنا أتكلم عن نفسي ليس كل الناس أزواج زوجتي أنا زوجها